اشتركوا في القناة الفعل اللي كانت عند الناس في آية 33 أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لاحظ الكلام شو بقوله يسوع المسيح بقول لا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لأنه فهموا كلمة أنا هو الراعي الصالح لا تطلق إلا على على الله وعندما يقول أنا والآب واحد فهذا كان الدليل إنه عوزين يرجموه وطبعا المسيح بيكمل برد عليهم بقول فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله يعني كلمة ابن الله هي موازية لكلمة الله هيك اليهود كان بيفهموها في أيام المسيح إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه وهنا دير بالك فيه شيء مضمون من آية في إشعية 43 لكي تعرفوا وتؤمنوا إني أنا هو في موقع آخر في يحنى أيضا لاحظ شو بقول فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يحنى يعمد فيه أولا ومكث هناك فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يحنى لم يفعل آية وحدة ولكن كل ما قاله يحنى عن هذا كان حقا فآمن كثيرون به هناك ترجمة نانسي قنقر